يجب على كل مسلم أن يتعلم الوضوء تعلم التيمم يتعلم أحكام الغسل تعلم أحكام الصلاة تعلم أحكام الصيام يتعلم أحكام الزكاة إذا كان عنده مال يريد أن يزكيه يتعلم أحكام الحج إذا أراد الحج يتعلم أحكام الحلال والحرام إذا كان تاجر فلذلك للأسف يعني بالنسبة لهذه هذه مفاجأة من الأخ توفيق يقول كنت أتوضع من هنا يعني يتوضع من هنا ولا شك بأن هذا خطأ كبير لكن عموما أرجو الله تعالى أن يغفر لك بسبب الجهل وهذه المسألة أنا ذكرت في جوابي أظن أمس الجواب ذكرت بأن يوجد من المتعلمين من يجهل هذا الأمر يكتفي بغسل الكفين في أول وضوء ويبدأ من هنا وهذا غلط لا البداية من أطراف أصابع اليدين إلى المرفقين أو تجعل الماء من المرفقين هكذا حتى أصابع اليدين ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر